المال يجلبه للمستثمرون على برشلونة أن يفتح الباب أمام المستثمرين من أجل الاستثمار داخل الفريق من أجل تجلب المال لا أعتقد حتى تغيير الجلد وتغيير الأفكار وتغيير طريقة التفكير تجلب نتائج جيدة أخرى ندو برشلونة يجب عليه أن يتغير هل تعلم بأنه نادي برشلونة كان يرفض أن يضع على قميسه اسم سبونسور لماذا كانت هذه الفكرة قالك قميس برشلونة لن يلطخه سبونسور سيبقى قميسا فقط باسم النادي ثم دارت الأيام وأصبح برشلونة يبحث عن موارد مالية واضطرة للتعاقد مع عدة شركات ووضع بدها باليونساف حتى يكسر العقدة رويدا رويدا حط اليونساف قالك مجانية هذه عمل إشهار فقط للأمم المتحدة وكذا وبعد ذلك مباشرة الآن ندخل لي ميدو مستحيل أنا أقولك لا شيء مستحيل يجب ما تقدرش ميدو الآن ما تقدرش تنافسه مثلا ناديك مستقبل برشلونة محمد ناديك مستقبل برشلونة وبيننا الأيام برشلونة مأله للبيع عاجلا لن يكون بيع ربما يكون بصفة جزئية أسهم ربما أسهم كما داروا في منشستر يونايتد محمد نعم سير جيمس راتكليف هكذا اسمه جيمس راتكليف أمين لا يمكنك أن تسير في الطريق المعاكس سيدهسوك الجميع لا يمكن أن تقابل شاحنات بدراجة هوائية أنتما ركوا بدراجة هوائية تقابلوا في الشاحنات وتسيروا في طريق المعاكس سيدهسوكم الجميع سينتهي بكم المطاف إلى دفن الفريق قبل موت لا يمكن أن يواجه أنديا تمويلها دول دول بسوسيوس يدفع 400 أورو أنا أيضا مع فكرة مستثمرين جدد من غير المعقول أنك تبقى في نفس الفكرة يعني لما نشوفه منشستر سيتي يعني العالم تغير منشستر راتد أحسن مثال يعني أولترا فورد بكل عراقته منشستر سيتي أيضا منشستر سيتي لا منشستر سيتي من حيث العراق يعني من حيث التاريخ رغم ذلك نلاحظوا أن المستثمر الأجانب فيه ممكن جانب سلبي البعض يتكلم على روح الفريق على أن يبقى لأبناء الفريق لكن الآن نتكلم على بيزنس نتكلم على كورت قدم نتكلم على اقتصاد نتكلم على أموال وهذا الشيء لا يمكن أن تجيب بإشتراكات السوسيوس وحتى جمالة بورشا اللونموعمل التي كانت ترفض سابقا بيع النادي رفضا قاطعا لن تصبر على مثل هذه الأداء لسنوات طويلة صحيح تعلم أنه هناك أزمة أموال في النادي ولكن لن تصبر كثيرا على الإدارة لذلك أعتقد أنه الحل الوحيد هو وفتح رأس مال النادي أمام مستثمرين مثل ما قلت وبيع نسبة من من أسهم الفريق حتى ربما تتحسن الوضعية وحتى يستطيع برشلونة لأنه حتى ريال مادريد ليس من صالحي الحالة التي يعيشها برشلونة لأنه ارتفاع الندية مستوى الندية بين الفريقين يخدم الفريقين ماديا ويخدمهم من ناحية رياضية أيضا تداول على الألقاب تفضل نعم من الدوري الإسباني إلى الدوري الألماني أزمة في بيت البايارن والوضع مهدد بالانفجار الجميع الآن يطمع في العملاق البافاري ماذا يحدث لهذا الفريق أمار هذه الأيام خسائر في الدوري الألماني إقصاء من كأس ألمانيا وخسائر في دوري أبطال أوروبا يعني فشل على كل المستويات مع أداء سيئة والضبط لما تكلموا على إقصاء من كأس ألمانيا ممكن تقبلها الشعب ولكن لما تكلموا على انهزام أما بايار ليفاركوزن بثلاثية وبأداء كان سيئة إيهانة إيهانة خاصة الهدف الثالث ممكن يلخص لما طلع عن نوير وخلى شيباك شاغرة وسجل فريم بونج الهدف الثالث أنا نظن أن لقاء بايار ليفاركوزن كان القطرة التي يفضلت الكأس لأنه مع لازيو أوكي كان الفريق أكمل لقاء بعشر لاعبين بعد الطارد دايو أوباميكانو في دقيقة 67 إن هزيمة هدف مقابل سيفر أمام لازيو ممكن يكون فيها رضاة فعل في لقاء الإياب ولكن في الدور الألماني متعودناش نشاهده بايار مينيخ بعيد على خمس نقاط على بايار ليفاركوزن وهذا الشيء أطلب بشكل كبير يعني في محيط النادي وممكن حتيتكلم بشكل كبير على حتى المدرب يعني محل صخط الجميع نعم تخل وملاسنته مع الصحفة الألمانية تخل يعيش واحدة من أسوأ فترة هي تدريبية في البايار لم يستطع أن يطبق مناهجه تدريبية لم يستطع أن يعطينا أداء نراقيا لم يستطع أن يخرج لنا قوة وشخصية البايار البايار كان يفوز بسهولة على الأندية الإيطالية البايار تخيل منذ 11 سنة لم يخسر في الدور ثم نهائي من دور أبطال أوروبا البايار منذ أكثر من 10 سنوات مسيطر على الدور الألماني ويفوز تخيل شكل آخر البايار مع التخيل في الحديد شاهدوا ماذا قال هذا الصحفي لتخيل ثم نعود لنحل لنفصل ط pea أحيان Jag أحيان 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 متاب أحيان وأحيان علي الناس لي المضح تخيل قال له أجبتك أنت كإعلامي هل أجابه أم هرب من إجابته لم يجيبه تهرب قالوا لا قالوا هل أنت قلق بشأن مستقبلك مع الباين قالوا لا مقتطب نحن صحفيين وتحب تكون عندك تجبد الماكسيموم بعدين غير الموضوع أجابه بكلمة واحدة نحن هاد سؤاله كان طريحا في فترة من الفترات اللي طرحوا الله هاي مستقبلك مع النخب سبق لا يمس المهم نعود إلى كوة القدم الأوروبية أفضل طوخال كان تحدث مع اللعبين في غرفة غير الملابس حسب التسليبات في صحيفة بيلت قال اللعبين كلام كان قاسي بعد مباراة لاتزو قالهم ضرنتوا أن مستوىكم أكبر من هذا لكني إن طلاقا من اليوم سأتعامل معكم حسب مستوىكم هذا كنت أتعامل معكم بأنه كان يصبح مستوى مستوى أكبر من هذا لم يعطينا أي أشياء تبشر بالخير في البايان البايان أصبح يلعب طريقة سيئة أصبح يخسر أمام صغار القوم أصبح يوهان من أندية الدور الألماني وتقال نفسه أصبح يتلقى دروس تاكتيكية مجانية من قبل مدربين شباب في الدور الألماني ميدو علي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره وأنا لست وكل أعمالي تدفع عليه تقول قلهم بأني كنت أظن أن تكون بأنك وهو تدفع عليه تدفع عليه لتراجع فيه مستوى الفريق هذه هي سنة الحياة وسنة كورة القادمة سنة الله في خلقه من سوء حد طخل أنه جاء هو في هذه الفترة لكن حتى لعبي الأخرين خفض مستوىهم اليوم صاني ما رأيش نشوفوا اللي رأيش صاني ما رأيش نشوفوا كومان وغورينشكا وكيميتش لماذا؟ لماذا ينخفض مستوى كل هؤلاء اللاعبين في فترة طخل؟ يالي المدرب علاقة بذلك يالي تشبع اللاعبين أنا يكن تسألني ميدو تقول لي من هو المسؤول عن الوضعية الحالية لنادي باير مينيخ والله ما نقول لك طخل اللاعبين؟ والله ما نقول لك اللاعبين طخل الواجه عمل عقد لنفسه الإدارة التي أقالت نيكلسمان في وقت كان الفريق يلعب بشكل جيد وكانت النتائج بسبب حديث عن أسماء وجاء بتخيل هو الذي يتحمل مسؤولية أعطينا مقارنة بنتخيل والفترة التي أقيل فيها نيكلسمان والدليل على كلامي أن رأسين كبيرتين في باير مينيخ اختمت إقالتهم مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي مقارنة بشكل جديد مقارنة بشكل جديد